اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتن محمد حشيش ازاي كابتن محمد ازاي كابتن محمد ايه كله تمام الحمد لله الحمد لله خليني الاول ابدأ مع حضرتك يعني كسبنا بيرامدز ولكن احنا تعودنا دايما في النادي الاهلي غلق المباراة فعايزين اتكلم عنها من ناحية الفنية يعني بسرعة تمام غلق المباراة والنظر للمباراة اللي بعد كده طبعا مبروك على مباراة بيرامدز مفترق طرق كانت مباراة مهمة جدا جدا في توقيت يعني الحياة صعبة بعد فقد نقاط وبعد فترة كان حياة من الناس كلها غير راضية عن المستوى النادي الاهلي وحطة اضاعة الاهداف وعدم التركيز ويمكن كابتن اسلام انا عملت مدخلة معك ليلة الموتش صحيح اللي فات صحيح وعدنا ننتقد طبعا في اللعيبة وقلنا جميع العناصر عملت الدور بتاعها جمهور عمل يعني دوره على اكمل وجهه طبعا بان في مباراة بيرامدز يعني حاجة بصراحة رائعة تخلي الحجر ينطق يعني مجلس ادارة عمل دوره اجهزة كان فاضل اللعيبة وكلمنا احنا عادتنا طبعا ان احنا لما نكون النادي الاهلي مش كويس بنقول انه هو مش كويس وبننتقد وا 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 انما الحقيقة مكسب كتير جدا من مباراة بيرامدز انطلاقا ان شاء الله نتمنى تبقى انطلاقا لللي جاي الفترة القادمة شفتك في الانترو بتتكلم على المباراة الخمسة اللي هي اللي جاي اربعة الدوري والموتش كاس مصر مرحلة مهمة جدا جدا اللعيبة لما اصرت وممكن انا قلت ان النادي الاهلي طول عمره انا نازل اكسب يعني لازم اكسب طبعا مش شيء في الله يعني انا عندي بس يعني في الحتة دي قبل ما ننتقل او هتكمل كلامك فيها كيفية الانتقال بقى يعني ايه يعني انا دلوقتي كسبت مباراة وكل حاجة في الدوري تلات مقاط انا عندي الفترة اللي جاية خمس مباراة صحيح اه دي نقطة اللي عايزين نتكلم فيها لانه الخمس مباراة اللي جايين يا كابتن انا بشوفهم خمس مباراة مفصليين طبعا صعبين جدا اولا صحيح صحيح بتنطلعت يوسف مع امبي المباراة القادمة كابتن حسام حسن مع المصري كابتن طارق العشري مع اسموحة اه مستر فريرا مع نادي الزمالك ثم حلمي طولان مع البنك الاهلي ثم الحرس يعني مش عارفين هل المباراة اللي راح يتلقل هيحصل فيهم لكن انا بتكلم على الترتيب الماشي كلها اسماء وكلها يعني كابتن طلعت خبرة كبيرة جدا 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 مع نادي امبي اول مباراة لعب راح كسب الاتحاد في اسكندرية صحيح المباراة الثانية كابتن حسام عامل نتاج جيدة مع النادي المصري والكل يعلم وجود كابتن حسام والروح وغير الخطط الناحي التكتكية والفنية عنده ايضا روح كبيرة جدا المباراة الثالثة اسموحة وتعادل في الدولة وبالتالي الكل ينظر او ينتظر هذه المباراة عشان نرجع مرة تالية مباراة الزمالك وما ادراك ما مباراة الزمالك والكل الاهلوية بينتظروا هذه المباراة كمان كل الزمالكوية على الجانب الاخر كابتن حلمي طولان برضو بعد نتائج متذبذبة مع البنك الاهلي مشي كابتن خالد وجي جابتن حلمي فبالتالي عنده خمس مباراة الحقيقة وخمس اسماء مدربين صحيح يعني بسم الله ما شاء الله كلهم اسماء عظيمة وكبيرة طبعا هارجع برضو للمباراة المكسب الحقيقي فيها هو ارادة المكسب نعم من لعبة النادي الاهلي احنا اللعبة دي اللي كان الجمهور زعلان منها او احنا زعلان منهم هم هم الليعبوا المطشاة اللي فاتت ايه بل بالعكس المطش اللي فات المطش بيرامتز بيلعبوا مع فرقة بتنافس فرقة مليانة لعيبة على مستوى عالي اه انما الحقيقة لعبة النادي الاهلي كانت اه مصرة على المكسب وكان باي من اول دقيقة الحقيقة اه المكسب كمان مسته انك بستة بانطلة انك بتلعب احد المنافسين معاك بتعطلوا وخصوصا بعد خسارة المنافس التقليدي في نفس اليوم فمكاسب كانت كتير الحياة مبارح المكسب زي ما قلنا بيصدر الاحباط للاندية التانية بيرجع السقة قلنا المكسب بيجيب مكسب اه النادي الاهلي حقيقة قدموا براك كويسة وانا يعني كانت الناس متخوفة من مطش بيرامتز وكانوا بيسألوني قبل المطش يا كابتن المطش ده يعني احنا خايفين انا بصراحة والله والكلام ده اكيد يعني قلته قلت ان احنا هنكسب مطش بيرامتز وحنكسب كويس بمعنى الكلمة ايه ليه بقى لان فرقة بيرامتز بتنافس وفرقة بتهاجم وما بتلعبش يعني مدافع مدافع وقف لا الحيطة لقى بتهاجم وكده عشان كده كان فيه مساحات قدر النادي الاهلي يقدر يجيب تلات اهداف وبعدين في حاجة برضو تانية لما النادي الاهلي واللعيبة بالتحديد بتجتهد يعني عمر السلية هل هو ده عمر السلية اللي كان المطش اللي قبله واللي قبله لا المرة دي مركز كويس او فارق جدا جدا والفرقة الحية واضح انها كانت مركزه عاملة مجهود بدليل ان ربنا اكرمهم وممكن شوفنا احنا الجون التالت يعني احنا كنا في المطشات اللي قبلها فرص اسهل من دي بكتير لكن دي بتخبط وطروح فالكور دي ما بيجيش طبعا ما بيجيش من فراغ الكور دي يعني الكورة بتتلاحب بالعرض تخبط وطروح من الاكتهاد ومن الاصرار وكل واحد مصر على انه يكسب وكل واحد مركز وكل واحد فكر كويس قوي في المسئولية اللي عليه وفكر في جماهير النادي الاهلي اللي قادة بتشجع كالعادة من قبل المطش وهي بتشجع لاخر دي ما استراحتش مثلا وبطل التشجيع واحنا شايفين الجمهوره هو كبير يعني كلهم ما شاء الله الشباب زالورد من قبل المطش بيشجع حتى الجن اولاني الجن تاني هو عايز اكتر ومدي حافز للعيبة لا عايزين يكسبه سكور وفعلا ربنا كرامهم بالجن التالت مكسب كبير حاجة كويسة جدا جدا شايف ان دي مباراة ان شاء الله تبقى يعني دفع للمباراة القادمة انت بتقول لمباراة القادمة مباراة امبي وبعدين المصري وبعدين كذا وبعدين كذا الفرقة كلها كابتن اسلام قدام النادي الاهلي بتلعب ايوه بكل قوة وبتلعب باقصى طاقة وبتشوف يعني عناصر يعني تانية خالص غير يعني المقولة التقليدين احنا بنقول ايه الفرقة الفلنادي لو كان بتلعب كده طول الدوري كان زمانها في حتة تانية صحيح واخد بالك انما قدام النادي الاهلي غير عشان كده هرجع معلش للتصريح اللي قاله طبعا مدرب نات زمالك انا مستغرب انه مدرب اجنبي ان عمري ما شفت مدرب اجنبي بتكلم اللغة دي اوكي فواضح انه هو متأثر باللغة بتاعة المنافس حتى اثرت فيه اثاره فيه من اللغة اللي بيتكلموا بيها مفيش مدرب في العالم يقول ايه انا اتمنى ان الفرقة دي تلعب قدام النادي الاهلي كده طب ما تتكلم في نفسك تكلم الفرقة بتاعتك بدل ما تقول الكلام ده انتقد الفرقة بتاعتك شوف الاخطاء اللي كانت يعني انا بكلم يعني انما ما تجيبش سيرة لحد تاني ويلعب قدام الكذا كذا على فكرة فررة من المدربين اللي انا بشوفهم جيدين جدا جدا هو ده اللي انا مستغرب له انه مدرب كبير وعنده خبرات كبيرة جدا ومدرب محترم انما التصريح ده يعني بصراحة ما كانش يعني خلت منه زي ما يقوله جريب فلت منه او تأثر بالتصريحات اللي موجودة في الناحة التانية يعني فلا انا مش عايز يوصي كابتن ايمان الرمادي لان كابتن ايمان الرمادي هيهمه قوي قدام النادي الاهلي يمكن نلعب احسن من اداء قدام ناتزا مالك لانه عارف برضو انه بيلعب النادي الاهلي والنادي الاهلي المتصدر وووو وحاجات كتيرة فيعني مش محتاج هو او غيره نصيحة يعني ده من ناتي الاهلي بيبقى بطولة خاصة بأي فرقة تعرف انا بسميها ايه بزود الجل بزود الجل صحيح على فكرة الناس ممكن تفتكرني بهزة لا 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 طبعا جملة على سبيل الهزار لكن هيا دي حقيقة على فكرة تلاقي كل اللعبة مصر في كل المباريات اللي بتلعب ضد النادي الاهلي تلاقيها بتكوي التشيرت وبتكوي تشيرت وتركيز جامد بتركيز اقوى مكنت بلعبون بالنادي الاهلي طبعا كابتن اسلام ده دي حقيقة احنا بتتكلم على حقيقت واحنا يمكن جربنا لما روحنا ان ديا تاني غير النادي الاهلي بالضبط كان النادي الاهلي غير أنا كنت حلث ما لعبت في النادي المقاولين حقيق احساس الفرقة بتاعتي او الفرقة او زمايلي ونادي المقاولين ندي كبير جدا الزبط كده ينافس وهو وهو وصاحب بطولات يعني طبعا إما كانوا بيلعبوا النادي الأهلي يعني كنت دايما نقول لهم المقولة دي يعني لو الروح دي اللي قابلتوا بها النادي الأهلي أو اللي انتم بس ده يتقال بين اللعيبة بينها وبين بعض ما بين الإعلاميين وبين بعض ما بين الجماهير بينهم وبين بعض لكن المدير الفني ما عرفش ما ينفعش طبعا بأي حال من الأحوال وأنا شاف إنها سقطة من بريرة ومدرب كويس أهو حر يعني بس إحنا ليه لأن إحنا تكلمنا قبل كده عليه قلنا مدرب محترم ومدرب كبير وخبرات وهو مازال كده بس الاتجاه ده لا الاتجاه ده سيبه لحد تاني يقوله يعني حد من الجمهور حد من كذا حجزا إنما انت كمدير فني مسؤول على النادي كبير ما تعملش كده يعني فعايز أقولك إن المبارات القادمة بتاع النادي الأهلي غير أهميتها بالنسبة للفرق إنهم جايين لعبوا النادي الأهلي إضافة زي ما انت قلت نهم معهم أجهزة فنية قوية كابتن طلعت يوسف بالنسبة للإنبي طبعا قبل الأهلي مرات ومرات وعمل نتائج كويسة بيفكر برضو إن هو يطلع زي ما بنقول اللعيبة اللعيبة بتركز وكده المداربين أيضا يا كابتن إسلام والمدير الفنين بيركزوا قوي في موضوع طبعا مباراة النادي الأهلي وبيحطوا يعني عصارة خبراتهم قدام النادي الأهلي ده محتاج كمان جهد كبير من اللعيبة لأن انت دلوقتي علت السقف صحيح انت كلعيب لأ وانت كمان يا كابتن معلش إحنا حتى لما بتيجي وحضرتك كنت معايا وقلت لكن احنا دايما ثقتنا في لعبتنا كبير جدا 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 مهما حصل أكيد لأنه انت بتلعب بإسم النادي الأهلي واللعيبة دي يا ما جابوا بطولات ويا ما حيجيبوا لسه ده اللي أنا عايز أقوله وإن احنا قلنا أن اللعيبة دي هي اللي جابت بطولات عديدة السنين اللي فاتت صحيح بس أنا عايز يعني بوجه رسالة للعيبة أنتوا لعيبة لما بتحب تعمل حاجة بتعملها يعني قادرين على أنكوا تعملوا الفارق زي ما بنقول قبل كده اللعيبة الأجيالي القديمة زي ما بنقعد نشكر دلوقتي في جيل أبو تريكا وعمد متعب وعصام الحضري زي وإسام الشاطر وزي ما كنا بنقول على الجيل بتاعنا ولازال الجمهور بيقول الجيل التمانينات اللي هو بداية بطولات إفريقيا وعملوا ريكورد وعملوا أرقام كتيرة أنت كلعيب المفروض طموحك ما ينتهيش عند البطولات اللي أنت عملتها وحققتها أنت خلاص مش محتاج تعرفنا بنفسك أو تدينا السخة فيك إحنا واسقين فيك بس طلبين منك أنك تعمل ريكورد أزياد كمان من البطولات على مستوى الفرق أو على مستوى الشخصي عدد اللي لعب مثلا 250 مباراة يلعب أكتر بص يا كابتن كمان ودي حاجة مش من المفترض أن أنا أقولها لأنها كانت حاجات كلها مكالمات شخصية ما بين معظم بني وبين معظم اللعيبة ما كنت بأتكلم عن الجمهور كانوا بيقولوا لها كابتن الجمهور ده يعمل هو عايزه والله بجد يا كابتن أنا كنت متصور قالوا لي إحنا بنعمل كده خجلاً بس مش عايزين نروح للجمهور خجلاً من يعني إحنا مش فترة اللي فاتت مش بنسعد الجمهور قوي زي بقالنا كم سنة قالوا لي لها الفترة اللي جاية وكان ده قبل المباراة أو بعد المباراة كمان تحديداً وقالوا لي إن شاء الله الفترة جاية إحنا كنت نتكلم عن الخمس ست ماشرات اللي جاية دول مهمين جداً جداً طبعاً زي ما قلت طبعاً جمهور مع النادي الأهلي وداعم وقلنا الكلام ده أكتر من مرة وحتى بعد المباراة اللي فاتت قلنا الجمهور مش محتاج إن إحنا نكلمه عشان يدعم النادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي الجمهور يعني واعي وعارف دوره كويس جداً جداً وداعم جيد جداً أنت فرحتوه وفرحتوه في مباراة باعتبر هنا في مباراة في الدورة بتبقى محطات اللي هي مع المنافسين صحيح أن أنت بتنطلق بقى وبتفرق وبعدين عايزين نرجع المقولة بتاعت النادي الأهلي برضو وبتاعت الأجيال اللي أنا كلمتك عليها بتاعت النادي الأهلي لما بيرك بالجدول ما حدش بالحقه نعم إحنا عايزين دي تستمر أي ما ينفعش بقى في فقد للنقاط تاني عايزين مكسب وخصوصاً زي ما قلنا مباراة قوية وحساسة الفترة اللي جاية لو طلعت منها وعديت لبر الأمان هتديك دفعة قوية جداً لكاس عالم الأندية ودي حاجة مهمة جداً لأن أنت بتلعب نادي الأهلي بيلعب لوحده في منطقة مفيش نادي في مصر بيلعب فيها اللي هي كاس عالم الأندية تمام المرات بس يا كابت أه حاجات خفيفة حاجات بسيطة يعني حاجات خفيفة كده على المش غيرك مراحش خالص فأنت التمانية كمان مش رايح ضيف شرف وراجع لا أنت بتجيب البرونزية وبتطمع وبتأمل أن انت ان شاء الله تكسر حتة البرونزية دي وتعدي لأقصى من كده وتلعب مثلاً نهائي فمهمة قوي أن الفترة اللي جاية احنا زي ما انت قلت هي فترات بتتأسم فترات ما قدرش أقول لك مثلاً ايه احنا عايزين ندوس في الدور التاني في اللي مش عارف في آخر مرحلة لا من دلوقتي الاجتهاد والراجل كمان كولر وصلك لمرحلة كمان يا كابتن إسلام أن انت عندك أكتر من 22 لعيب جاهز يعني شفنا خلال الفترة اللي فاتت دي كلها المباراة اللي من قولر جي من أول ماتش المنستيري اتحاد المنستيري تعالي قولي التشكيل بيتغير كل مباراة ودي ميزة قوية جداً يعني حتة المقولة اللي كان بتقول سبت التشكيل وعشان الانسجام والانسجام ده لو فرقة منتخب مصر بتسبب تشكيل عشان مباراة إنما دي فرقة بتلعب مع بعض كل ثلاث مباراة لا هلت عندك ثمان إصابات النهار يعني عندك دلوقتي لو في سنين قبل كده كنت تقلق لو مع مسماني كنت تقلق ما فيش الراجل ده بقاله سنين ما بلعبش الراجل ده بقاله أربع متشاف ما بلعبش بعيد أوي لكن ده كله قريب كل اللعيبة جوه الملعب التشكيل لو أقولك التشكيل يالت عندك مرة تانية برضو يعني حمدي ومحمد عماني بكرة حيتحدد برضو كريم فوقات بس مش هيلحق مباراة مليون في المية تمام طهر محمد طهر أكرم توفيق مصطفى شبير هذه سبعة تمام شوف مين اللي كان فاضل واحد كمان هنجيبه لكن أقصد إنه في الآخر إنه عندك يعني عندك غيابات كثيرة عندك غيابات كثيرة والحمد لله عشان كده بقولك إنه أنت عندك لعبة في الملعب يعني لو كلمنا على نص الملعب أنت مرة بتلعب حمدي فاتحي مع السولية بتلعب ديانجي مع السولية بتلعب ديانجي مع حمدي فاتحي قدام عندك شادي محمد شريف حسين الشحات عام المطش رائع المطش اللي فات أحمد عبدالقادر بيلعب ناحية الشمال سافيو بيلعب أفشة موجود عندك بدائل أنا ما أتكلمش كمان على الصغيرين اللي برضو الباك الشمال أو اللعبة أو أحمد فخري أو 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 يعني عندك لعبة دلوقتي موجود محمد هاني والحمد لله برضو ماشي بخطة كويسة وعوض غياب أكرم في حتة الريت ولما خده لعب معلول مش هنتكلم عليه من ناحية الشمال محمد عبد المنعم متولي ياسر إبراهيم ماشي كويس قوي شناوي طبعا بشكل كويس فأنت عندك يعني الراجل برضو عنده مجموعة من اللعيبة يقدر يلعب وكلهم جاهزين وكلهم في الملعب وكلهم دلوقتي كمان عندهم الحافز وعندهم الثقة وعندهم المستوى اللي أهلهم مما ينزلوا الراجل حقيقة خلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة أو الإيجابية أنه هو اللي بينزل لا بينزل عايز موت نفسه كمان بشوف النازل اللي بيقعد على الدكة وهو نازل بدل يعني مثلا لو شادي بدأ إما بيقعد ويتغير ونزل محمد شريف بتحس محمد شريف مموت نفسه نعم عندك استوف كبير جدا من اللعيبة يرجع كمان المصابين تبقى حاجة برضو كويسة لأن النادي الأهلي قدروا أنه هو بلعب على البطولات كلها وزي ما شوفنا احنا أو هنشوف الفترة اللي جاية في ضغط مباراة وبعد ما ترجع من كاس عالم الأندية هتبقى في ضغط مباراة أكتر عندك بطولة في الوسط بطولة كاس مصر هتلعب مع فرقة برضو قوية وإن شاء الله توصل لنا وتاخد بطولة في السكة تتحسب لك وتتحسب للعيبة اللي موجودة لازم الناس تفكر في كده يجمع بطولات لأن اللعيب لو لعب يلعب 6 سنين 7 سنين لازم يفكر أنه هو يحصل على أكبر كم من البطولات عشان يتحط في لحة الشرف بتاعت النادي الأهلي والناس تفتكروا وتبقى من اللعيبة اللي عملت بصمة كل الكلام ده لازم يتحط في دماغ اللعيبة عشان يوصلونا إن شاء الله نعدي المرحلة اللي جاية أداء التمرين خلال هذه الفترة بيكون إزاي كابتال هل بيبقى تمرين يعني أنت كنت تلعب كل يوم من 3 أو كل 3 فيام تحديداً مباراة وبتالي أداءك في التمرين بيبقى عمل إزاي كلاعب المفروض أننا طبعاً أكيد الأحمال مش أحمال قوية لأن المباراة مطلحقة وكل زي ما أقول كل الناس موجودة في الملعب باستثناء طبعاً المصابين اللي ممكن يعني اللي ابتدوا يخفه بيأخذوا طبعاً جرعات زيادة شوية عشان يوصلوا للمستوى اللي أهلهم مستوى الفني والبدن اللي أهله إنه هو يدخل مع المجموعة اللي بتلعب الأساسية اللعيبة الأساسية أعتقد أن الرجل ما عندوش وقت إنه هو يعمل اللي هو عايزه وإنما على الآن اللي هيحاول يعالج الأخطاء تفرجوا على كل مباراة سابقة ويعالج الأخطاء لأنه برضو مع كل مباراة ما فيش حاجة ما فيش أخطاء أكيد فيه أخطاء وفيه أحسن صحيح فهو أكيد بيعالج الأخطاء سواء أخطاء بقى على مستوى الفردي أو على مستوى الجماعي يقدر أنه هو طبعاً على حسب الناس اللي موجودة أو اللي حطتهم في دماغ وأنهم يقدوا مثلاً مباراة أمبي هتلاقي فيه مثلاً واجبات خاصة على حسب طبعاً دراسة فرقة أمبي وبيلعبه إزاي فيه واجبات بتتحدد لكل شخص أو كل لعيب على حدة على أساس يقدر يواجه فريق أمبي فيه واجبات أساسية فيه خطة أساسية فيه تشكيل بيلعب المباراة إنما يعني مش أكتر من كده هو علاج أخطاء بس ودراسة للفرقة القادمة يعني مثل هذه المباراة بتتاخد باكتش واحد يعني يعني أنت بتلعب كل ثلاث يام أو هتلعب من يوم خمسة واحد مثلاً لغاية يوم خمسة وعشرين أربعة أو خمس مباراة تمام يعني النادي الأهلي ما بيخدش باكتش النادي الأهلي بيخد مباراة مباراة زي ما أنت قلت من شوية كلمة جميلة قوي اللي هي على طول بعد يومين خلاص أنت بتتكلم على بعد بكرة وإنها خلاص دلوقت يعني هتلعب فرقة فأنت بتاخد مباراة بمباراة عدي المباراة الغرض منها تلاتة بونت أداء كويس تصليح أخطاء معالجة أخطاء بتفكر برضو في الأسلحة بتاعت النادي الأهلي إزاي أنا أحرص الأهداف اللي فاتت إزاي يستغل نقاط القوة اللي مستغلتهاش المطش اللي قابله يعني إحنا ابتدينا المطش اللي فات موضوع التصويب ما كانش موجود المباراة اللي قابل كده اللي هي فوسط التكتل الدفاعي كان لازم بقى فيه تزديد من الخارج وشوفنا الجولة أولاية بتاع عمر الصلاة تزديدها من إيه يعني من حتة بعيدة قوي فده سلح من الأسلحة اللعيبة اللي هي بتجيد التصويب لازم تكتر منه لأن إنت مش هتقعد كل الوقت تخترق من العمق أو تلعب من الأطراف أنت بتفكر دايما في الأسلحة الجديدة اللي أنت بتزودها على قريد الأسلحة الموجودة اللي كسبتك يا كويس جدا واحد من اللاعبين اللي تعرض خلال الفترة اللي فاتت لانتقادات كثيرة جدا دلوقتي الحياة مستوية تحديدا في المباراتين السابقتين واضح أنه هو تغير للأفضل بشكل كبير جدا محمد هاني محمد هاني بيؤدي بشكل رائع سواء دفعيا أو هجوميا برضو يعني يعمل إيه بقى عشان هو يلعب كل 3-4 يام مباراة بالتالي هو محمد نفسه يعمل إيه زيه زي بقيت اللاعبة يفكر إزاي أنا لو منه أنسى الفترة اللي كنت قاعد فيها أوكي دي مهمة جدا قوي قوي أنساها خالص أنا دلوقتي الظروف خلتني أبقى موجود وأنا لعبت في مكاني تاني عشان أنا على فكرة كويس لأنه لو ما فيش ثقة فيه أو ما فيش اقتناع به أو مستواك قليل كان ممكن المدرب قوي يشوف بديل طبعا كان ممكن رجع كريم كان ممكن يلعب سن الشحات إنما أنت رجعت عشان أنت الناس بتصق فيك وإنت قبل كده لعبت مباريات كبيرة أنت بتلعب في النادي الأهلي بالك سنين مش لسه لسه طالع أو ناشئ صغير لسه مخدتش الثقة أو الناس مش لسه مش وثقة فيك لأ الناس وثقة فيك بس الفترة اللي فاته أنت عادت عشان فيه واحد عدى ودي سنة الكرة هذه هي كرة القدم الواحد عدى ومستوى كان أحسن ومشي ولعب منتخب مصر وكده فأنت دلوقتي أنت اللي بتلعب وبيتجيب مستوىك ماتش ورد تاني وحتبقى أحسن عشان تستمر وحط في دماغك أن أنت لو كويس على طول يا هاني محدش هيقعادك حتى لو مين رجع أنت موجود وبتلعب فأنت زي ما بقوله انسى المباراة اللي فاتت وانسى فترة القاعدة أنت دلوقتي في الملعب صحيح جمهور واثق فيك وبتعمل ماشيات كويسة ومنتظرين منك الأحسن لأن أنت لعب كويس والدلع كده أنت لسه موجود في النادي الأهل وبتلعب في النادي الأهل طيب بما أننا بنتكلم عن محمد هاني خلينا نطلع نشوف انفو جراف عن محمد هاني ونرجع نكمل طيب ده كان مشوار محمد هاني أيضا حضراتك ممكن تكلمت عن عمر السلية كل اللاعبين النهاردة الحقيقة بيؤدوا دورهم يعني بحب كبير للجمهور كمان خليبها لحضرتك وهو ده أنا دايما الفترة دي تحديدا بعد الجمهور النادي الأهل بيعمله وده العادي اللي بيحصل الحقيقة يخليك تعرف قد إن هذا الجمهور هو جمهور رائع ولكن أيضا اللاعبين دورهم واضح جدا جدا من خلال يعني إيه عايزين نفهم بس بعض الجمهور بعض ما نلاقي الشجعانات أهل اللي مش فاهمين كلمة دي اللي احنا دايما بنقولها يعني إيه روح الفانيلا الحامرة كابتن ليه دايما بنقولها في كل مكان في كل مبارانة اللي لازم ترجع روح الفانيلا الحامرة عشان دي هي على مرة العصور هي العنصر الرئيسي في مكسب بالنادي الأهلي هو جمهوره يعني جمهوره هو فعلا الدافع القوي جمهور اللي بالملايين جوه مصر وبرا مصر مؤثر جدا جدا في فرقته ودايما يعني زي ما احنا بنقول دايما النادي الأهلي لا يقبل إلا البطولة والمركز الأول الجمهور هو اللي وصل النادي الأهلي وصل اللعيبها للحتة دي يعني فيه أندية كتيرة تعودت مثلا أنها تبقى في المركز التاني صحيح والجمهور بتاعها ماشي الحال وبشجع صحيح جمهور النادي الأهلي لا يقبل غير المركز أو تالت أو رابع أو خامس أو خامس أو 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 إنما جمهور النادي الأهلي غير تشجيع زي بقولك أسلام غير عادي يحرك الحجر اللي عجبني كمان المطش اللي فات احترام لعيبة النادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي وحبهم للجمهور هو ده أنا أعتقد أنه هو ده الحافز الرئيسي اللي هو وصلهم للمكسب بتاع المبراء اللي فاتت يعني المبراءات اللي قبل كده لما بيشوفوا الجمهور وحاسين بالجمهور أنه هم يعني ماشي زعلان أو متدايق بعد بعد ما شجعهم وبعد حتى اللي تعادل بيشجع في اللعيبة قبل ما يروح ده اللي خلى اللعيبة قالت لأ بقى يعني لازم نعمل وقفة للجمهور ده شوفنا الجمهور ما قالش أسلام صح يعني برغم فقد النقاط الجمهور بيزيد ومصر وأنا معاكو لأن انتو هتكسبونا وهنفرح بزيادة ومعاكو لآخر المشوار ومعاكو كمان مش المشوار لبعد المشوار صحيح يعني مشوار دايما في ظهرك ودايما وقفين معاكو وهو جمهور النادي الأهلي رسالته لكل اللاعبين و لكل منظومة كرة القدم أنه جمهور النادي الأهلي مختلف وجمهور النادي الأهلي غير خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكامل أهلا وسهلا بحضراتكم يا مرء أخرى عزيزي المشاهدين كابتن حشيش ما رأيك في أو رؤيتك لمباراة أمبي مباراة قوية زي ما قلنا أمبي من الفرق اللي بقالها زامن طبعا في الدور العام ولها بطولات بتضم عناصر كويسة عندها قدارة كويسة أضيف عليهم طبعا الكابتن طلعت يوسف المدير الفني المحترم اللي بيجيد اللعبة مع الكبار بيعرف مباريات الأندية الكبيرة عنده حافظ أنه هو طبعا يعني الندي الأهلي طبعا كسبان المباراة اللي قابله على طول السابقة فهو يعمل حساب أول للمباراة دي عارف أن ممكن المباراة النادي الأهلي لو عمل نتيجة كويسة فيها بتعوضوا الفترة اللي فاتت دي شوية وبتفوق الفرقة لأن أي فرقة بتعمل نتيجة كويسة مع النادي الأهلي بتاخد انطلاقة للمباراة اللي بعدها فطبعا من الحتة دي طبعا هيبقى صعوبة المباراة والعنصر التاني أو الصعوبة الأكثر للأهلي ومكسب كبير مطالب أنه حافظ على نفس المستوى في طبعا المكسب وفي زي ما قلنا احنا نعليه النعلة صحيح احنا ما قلناش أن الأداء في بيرامدز أحسن حاجة لا فيه أداء أحسن فيه أداء أحسن للنادي الأهلي فقدنا الاستحواز في مباراة بيرامدز في بعض الأوقات ممكن يكون تكفيك من الراجل أن أنت في بعض الفترات بتريح لعبتك وبتسيب للطرف التاني الاستحواز وبتعتمد على الهجمات المرتدة يعني الأول بتضغط من فوق بس اللعبة مش هتفضل تسعين دقيقة تضغط ضغط عالي فممكن ده يكون بعض يعني أو من التكتيك اللي الراجل عامله اللي فيه بعض الناس قالت لأ بيرامدز كان في بعض الفترات مسك كورة وضع طبيعي أن أي فرقة لازم تكسب تمسك كورة وتعمل استحواز وتهاجم النادي الأهلي إنما أنا عايز أقول أن زي ما بقولك استغلال الأسلحة الكتيرة بتاعت النادي الأهلي أداء أحسن عشان المباراة القادمة احنا قلنا كل مباراة بنلعبها مباراة منفصلة بس أنت دخل على برضو في السكة كده في النص في بطولة كاس طبعا إن شاء الله في النهاية ورد تلعب قبل النهاية خلي بال حضرتك قبل النهاية تكسب ممكن تلعب النهاية مع المنافس التقليدي وبطولة برضو النادي الأهلي بيصمم عليها بطولة كاس مصر وزي ما بقول بعدها برضو المباراة أو مباراتين على حسب الوقت هتلعب كاس على من قدية فالدفعة دي موجودة مش عايز حاجة أو مش عايز محطة من دول تعطلك أو بلغة الكرة تعكن عليك لأن المكسب زي ما بقول بيفوق وبيدي ثقة حي أهم حاجة اللي عيبته الكرة إنه هو ياخد الثقة ياخد الثقة في نفسه ياخد الثقة في زميله اللي موجودين ياخد الثقة في المكسب هي دي اللي بتعمل الأداء حي لما بتبقى بتلعب تحت ضغط وفقد للنقاط بتبقى الآن تجي لك الكرة مش عايز تخلص أو عايز تضمنها أو فبالتالي تضع على نفسك الفرصة الكويسة ده اللي كان بيحصل خلال المباراة اللي فاتت إنما المكسب والأداء الكويس وفوآن اللعيبة بيديك حافز اللي بعد عودة الثقة والروح أعتقد أنه هي الأهم والدور الأهم خلال الفترة اللي جاي مهم جدا جدا الثقة انت خدتها المباراة اللي فاتت مكسب كويس على فريق كبير بعد تعصر شوية ده يديك دفع إن شاء الله مباراة انبي تعملها مباراة قوية وأداء كويس وسكور كمان عشان برضو اللعيبة تبتدي تهدف احنا شفنا يعني السلاء بقلوا فترة كبيرة غايب عن التهديف رجع جاب هدفين روعة طبعا وهدفين مختلفين هدف من تصويبة من الخارج من بعيد قوي وهدف بالرأس برضو حاجة يعني كويسة قوي لعمر السلية عمر السلية محور أداء برضو النادي الأهل لأن عمر السلية من أقدم اللعيبة في الفريق حاليا ومن كباتن الفرقة فالكابتن الفرقة لما ياخد السقة بيوزع السقة دي على اللعيبة التانية أو اللعيبة الأصغر منه يعني فعمر من اللعيبة الكويسة بتمنى له أنه يعني يرجع طبعا المستوى الكبير اللي بدأ فيه المباراة اللي فاتت ويكمل على كده إن شاء الله طيب خلينا نروح للدوري بشكل عام كابتن يعني من ضمن الأمور اللي أنا أخدت بالي منها خلال هذه الفترة وهي تغييرات الكثيرة للمدربين آخرهم المدير الفني لنادي بيرامتز بعد هزبته بن نادي الأهل بيو قال أنا معرفش بها لسمي لسه مش أكيد يعني لكن بيو قال إن فيه كلام عن تغيير ومعرفش صحة ولا غلط ولكن في النهاية تغييرات كثيرة جدا مشكلة كابتن إسلام يعني تكيس مدرب كويس وبدالي إنه مدرب كويس إن بيرامتز جابه وعمل نتائج معه كويسة وعمل كرة كويسة مع الفريق مش مجرد خسارة من مباراة إنه تتفكر لسه مش عارفين إذا كان أكيد ولا لا تفكر إنه هو يمشي عشان تجيب مدرب تاني أيا كان ويبتدي بقى يشوف اللعيبة إذا كان أجنبي مثلا هشوف اللعيبة ولسه ما يعرفش اللعيبة وهياخد فترة وهياخد والمباراة مطلعقة طب ما تدي الراجل فرصة يكمل ليه أنتوا بتحسبوا المدرب بالقطعة أو بالحتة أو ماتشين ثلاثة يحصل ضرب تمشي يعني مش عايزة أقول تعلمه من نادي الأهلي نادي الأهلي ما بيحسبش بالقطعة المدرب بتاعه بيسيبه يشتغل والحساب وبيدي له كل الصلاحات والإمكانيات وبيقف ظهره ودعم لي وبيسيبه الآن الموسم كامل إنه هو يقدر يعني يدي اللي عنده لأن المدرب عمره مكان من خلال مباراة أو اتنين أو خمسة أو ستة لازم وقت عشان يعرف العيبة كويس يحفظ العيبة كويس يقدر يوصلهم الحاجة اللي هو عايز ينفزها فدي بتحتاج وقت وأنا شايف إنه هو يعني بدري أوي عليهم إنه هو يعني الراجل ده يمشي إحنا شوفنا كمان مدربين تانين في الدوري يعني ما تكملوش خالص ده مماتش التاني بيغير طب إنت هتغير وبيتجيب مدرب كان في فرقة تانية ومشوه عشان عمل نتائج وحشة جايبه عندك طب حيفرق إيه يعني حيفرق إيه من اللي كان موجود أو تغيير يعني لمجرد زي بقوله تغيير دم طب تغيير دم ما هو الدم هنا هيبقى برضه دم نفس القصة ممكن يوعد معك هنا فاسد هنا فاسد هنا فاسد يعني هنا مش نافع يعني الدم أو الكرات الدم الحمراء ليلة شوية مش معقولة هتزيد هناك يعني الناحة تانية صحيح فيعني رحمة بالمدربين ومهما على فكرة اتحاد الكرة هينزل من قوانين والمدرب ما يدربش أكتر من فرقتين ولا أكتر كذا في الموسم أو اتقال ولازم النادي هو اللي يكون مشاه مش هو اللي مش يعني كل ده برضه بيبقى فيه تلاعب من خلال أجهزة من خلال إدارات عشان مصممة وهرجع أقول المقولة دي تاني إن الغلط مش من المدرب الغلط من الإدارة اللي اختارت المدرب ده لأنها اختارت من غير وعي كامل إن انت لازم تختار المدرب اللي انت عايز منه واحدين تاتة اربعة جوب تسكريبشن زي ما بقول لو انت عايز مني كذا كذا دي له قصة دي وبعدين حاسبه وهاتي اللي حقق لك اللي انت عايزه مش مجرد فلان كويس هاته ده كان بيدرب معرفش ما ينفعش كلام ده عمرنا ما هنتقدم بالشكل ده ما بنشوفش الظاهرة دي في أي دوري من الدوريات القوية وكبيرة وبنشوف بنشوف فرق كبيرة جدا يعني ليفربول السنة دي الراجل واخد معهم بطولات ومكسر الدين السنة دي عاملين كده ومستوى قاله بتغلبوا بيخسروا إنما حدش فكر إنه ماشي مدرب من بلح اتغلبه اتغلب تلاتة واحدة تلاتة دخل فيهم التلاتة تلاتة فطبعا ما ينفعش إن انت الناس ما شفناش فكروا بقى يورجين كروب يمشي لا مستمر لأن فيه ثقة وعارفين إن الكرة دايما ما فيش واحد بشغال بمستوى ثابت لازم الكرفي بينزل شوية وبيطلع شوية يعني وبعدين تلاقيها أندية كمان إيه هي أوريدي ما بتنفسه مطموحها ما بينفسه على فوق واخد بالك إزاي هي طول عمرها في النص فانت طيب فرق معاك إيه إنك تبقى مثلا سادس ولا سابع ولا تامن ولا تاسع يعني انت فرق معاك الحد تدي في إيه خلي المدرب موجود وساعده ودعمه ولو محتاج مثلا يعمل أو العناصر اللي موجودة معاه مش كويسة يبقى فيها دعمات لازم تستغل قطاع النشئين اللي عندك وتخلي المدرب ده مستمر طالما أنت جبته ومقتنع تماما عشان أنا جبته يبقى مدرب كويس غير التشكيل غير جلد الفريق إنما مش أقرب حاجة غير المدرب صحيح يعني شمعنا عنصر المدرب اللي بتغير مين المدرب المفاجأة من وجهة نظرك السنة دي أيمان طبعا أيمان رمادي كمتال أيمان رمادي آه طبعا يعني وبرضو ده مش وليد ماتش احنا شايفينه الفرطة اللي فاتت عام النتائج وبعدين قلنا طيب نشوفه مع فرقة من الفرقة الكبيرة هيعمل إيه لأنه ماشي بنفس المستوى بل أحسن كمان وكسبان وكان ممكن يكسب هيف سكور كمان فدي برضو من الحاجات الكويسة المدرب كمان أنا أحاسس إنه هو يعني قريب قوي من اللعيبة بتشوفه إسلام اللجوان لما بتيجي بيجيبها فريق أسوان اللعيبة بتروح على المدرب تعمل إزاي؟ طريقة لعبة واحدة طريقة لعبة واحدة ومزاو واضح أو إنه هو يجيد الناحية النفسية مع اللعيبة شوفنا اللعيبة بتقاتل لغاية زي ما بقوله آخر نفس يعني شوفنا المطش اللي فات من أول دقيقة لغاية يعني ما خلاص عارف على الآخر كله بيبذل الجهد اللي بينزل كمان من على الدكة ويمكن كمان هو معزور لأنه ما عندهش دكة قوية ده لو عنده دكة قوية كمان كنت حسيت بالفرق أكتر إنما هو بالعناصر اللي موجودة وبالتدعمات اللي موجودة دي قدر إنه هو يعني يحقق النتائج دي ولعب الكرة كويسة وبعدين مكسبه في المباريات اللي أنا اتفرقت عليها ما جاش محد الصدفة زي ما أنت بتقول هي طريقة واحدة بيضغط على الفرق اللي قدامه سواء بر أرضه أو أو داخل أرضه بيضغط ضغط عالي حماس قتال على كل كرة على المستوى الفردي المان تومان بيبقى فيه مقاتلة على الكرات تصميم على المكسب ماتش اللي فات جايب جون والتاني وكرة في العرضة وكرة في العرضة ويعني مصمم ما عملش زي الفرقة التانية اللي لما بتكسب في الشغط الأولين مع الفرقة الكبيرة بتنزل الشغط التاني بقى تدافع وتأفل وتعمل لا خالص شفنا الآخر لحظة اللي عيبة ما بتشتتش الكرة بيلعب لنص الملعب ويبطلعوا كمان كفرقة واحدة يعني تحس إن فيه بصمات مدرب موجودة على الفريق من ناحية النفسية ومن ناحية الأداء الحية كابتن علم ملامح المنافسة بتاريت تنحصر كالعادة لا لسه بدري أنا في رأيه لسه بدري لفسه فوق آه لسه بدري لسه بدري وكل مدى زي ما بقول إن إن شاء الله الأهلي لما بركب الدوري عايزين نرجع المقولة اللي هو الاستمرارية الاستمرارية وعايزين اللعيبة ما تحطش في دماغها إن أنا برضو فيه فرق دلوقتي أربعة بنتة وفيه فرق كذا إن أنا أريح وإن المنافس أقرب منافس بعيد لا الكرة علمتنا من السنين اللي فاتت لازم ياخدوا درس ولازم نستفيد من الأخطاء السنة اللي فاتت واللي قبلها أنت كنت فارق في وقت من الأوقات 14 بنت وزي ما احنا قلنا برضو لا عورا السنة اللي فاتت لا لا ما حصلتش السنة اللي فاتت السنة القبل فاتت كنت فارق برقم برقم لا 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 أنت خسرت النقاط في الآخر ما شغت 6-8 نقاط بالكتير آخر متشاط أنت خسرت فيها كان أكثر من 8 في الدوري آخر المتشاط لما الإدارة خادت قرار نوة لكن تتكلم على فرق النقاط على فرق النقاط كنت فارق بنقاط أخص حاجة كانت 6 أو 8 وإنت اللي خسرت النقاط دي 8 فرق نقاط 8 فرق نقاط مع النادي الأهلي لقرب المنفسين ومع ذلك حصل الدروب الدروب طبعا إحنا عارفين موضوع الإجهاد وضغط الموراد والحكام والفار والحاجات اللي أصر التأثير برضو مباشر صحيح فأنت أعمل حسابك برضو على الكلام ده السنادي برضو برغم برغم من الحقيقة شايفين الأسبوع الأخير ده التحكيم متحسن وأنا متفاعل بالتحكيم من خير في وجود طبعا كابتن توفيق السيد من أنه كان مسك عندنا طبعا لجنة حكام القاهرة ويعني كان ممشيها وطبعا حكام القاهرة بتكلم على 500 حكم في القاهرة أكبر منطقة عندها حكام عدد كبير جدا جدا بلعب كل الدرجات ومع ذلك ما فيش أي مشاكل خالص كانت خلال السنين اللي فاتت شخصية صريمة جدا شخصية عادلة جدا ودي مهمة قوي فشوفنا حتى في اختياراته المباراة الأسبوع اللي فات شايف أنا أنه كان التحكيم ما جاش منه شكوى خلال الفترة اللي فاتت فإن شاء الله نأمل يعني أن يبقى التحكيم ده كويس طبعا مع جميع فرق الدوري طبعا سوال أهلي منافس تحت فوق في أي حتة والتحكيم هو هو بدون النظر للألوان يعني بمناسبة وإحنا بالكلمة هل الفرق اللي بتنافس يعني إحنا مثلا ناس كتيرة جدا في أول السنة قالت لك الموسم يعني مش شغال أو مع أسوان فأسوان من الفرق اللي حتنافس على أو يعني حتصارع على الهبوط لكن أسوان الحقيقة دلوقتي مقدم مستويات رائعة جدا 15 نقطة وينافس على 5-6 يعني حرص الحدود النهاردة يعني أنا لغاية قبل منزل كان كسبان لكن اتغلب 3-2 في نهاية المباراة لكن الحرص بيقدم مستويات جيد يعني كان كسبان الجيش المباراة السابقة 2-0 وبعدين 2-2 الدخلية ما فاشه انتصاراته لكن ماسك نفسه تحس أن الفرقة عندهم فريق جاية المحلة اللي متزابزة بشوية محلة من عرض اتغلب 3-2 دقيتين على فكرة دخل فيه جنين وراكل الجزاف خسارة على أرض يعني المحلة كانت برضو حتى لو كان فيه تعصر بالنسبة لها في خارج أرضها إنما كانت على أرضها بتمثل برضو قوة على أرضها بجمهورها وبلعبتها وبحمسهم وكده على أرضها أنا فجية الحياة بالنتيجة دي الدور السنة دي دوري صعب الفرقة كلها عندها طموحات الفرقة كلها دعمت الاستثمار بقى في الفرقة كتيرة شوفنا فرقة الشركات برضو بالدعم ومنافسة كل واحد عايز يستفيد من طبعا النتائج بتاعته والمستوات بتاعته خلال السنين اللي فات مش عايز يحط نفسه فمع معا بقى أنه هو يقضي صار فكله عايز يجمع النقاط وكله بيجتهد والحقيقة بنشوف ماتشاط تلاقي فريق مثلا كسبان المباراة دي ومتعادل المباراة اللي بعد كده فرقة زي فيوتشار برضو أنا أعتقد أن السنة اللي فاتكت أحسن شوية من السنة دي السنة دي برضو في تزبزو في تعادلات كتير برغم المكسب بالنسبة للفرقة زي فيوتشار مثلا عايز ينافس على المربع الزهبي زي ما عمل قبل كده اللي التعادل ما ينفعوش لأن انت ماتش واحد ده إسلام بتلاتة بونط ماتش انت عادل بتنين بونط يعني انت فاهم إزاي فدي بتفرق جدا جدا مع الأندية تفرق جدا مع الأندية اللي هو بيلعب على التعادلات ده ان يجمع نقط من التعادلات انت لو كسبت ماتش واحد ده تلاتة بونط يرفعك في الجدول لأن كله فيه تقارب بالزات في الحتة اللي هي الوسط دي إنما المبرات قوية دوري قوي لسه كل ما هنقرب وكل ما هندخل طبعا فيه الدور التاني حيبقى أقوى وأقوى أقوى فكله مستعد كويس خيرا يا كابتن لو حيك حابت تواجه كلمة أنا خلال النهاردة الجمهور الأهلي فقط لأنه الحقيقة السند والدعم الدائم للعابة النادي الأهلي بقول لهم بنحبك جدا جمهوري النادي الأهلي ما نقدرش نستغنى عنكو أبدا أنتو من الحاجات الأساسية اللي كانت وأنا قلتها أكتر من مرة السبب في حصول النادي الأهلي على نادي القرن دعم على مر الأجيال مؤذرة كاملة جهد كبير كل ما دا بيزيده بتثبته وبتثبته كمان أنتو بتعشاءوا النادي الأهلي في أحلك اللحظات والمواقف الصعبة دايما في ظهر لعابة النادي الأهلي أعتقد أن النادي الأهلي رد لكم المطشي اللي فات يعني زعلكو شوية وصالحكو بالمباراة وإن شاء الله يعني لعابة النادي الأهلي الموجودة قادرة زي ما خدت بطولات قبل كده وكذبت وكذبت السوبر الإفريقي وكذبت وكذبت نعم إن شاء الله بإذن الله قادرة على أنها الفرحة تبقى موجودة لأن الفرحة ما غابتش عن النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله ما تغيبش عن النادي الأهلي الفرحة إن شاء الله تبقى باستمرار يعني يا رب إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا كابتن حشيش على وجودك معنا شكرا جزيلا ونتمنى يا رب التوفيق دائما للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاء شكرا جزيلا للنجم الكابتن محمد حشيش خلينا نطلع فاصل وبعد هذا التواصل الأستاذ محمد الأوسي والأستاذ أسام شلتود في ضيافة البيت الكبير